امر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في تسعة مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة بما يستمو في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيقا للأهداف المنشودة وأكدت سعادة الدكتورة جليل السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية البدء في تجهيز المراكز الصحية التسعة للعمل على مدار الساعة بما يوفر التغطية الطبية لامباشرة الحالات المستعجلة المتعلقة بطب العائلة حيث سيتم تصنيف الحالات الواردة وامباشرتها بشكل مبدئي قبل تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات كما سيتم توفير سيارات إسعاف خارج بعض المراكز وأعربت السيد عن شكرها وتقديرها للحرص الذي أبداه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة لوضع أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء موضع التنفيذ بأعلى درجات التنسيق والتكامل بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويسهم في تحسين جودتها ومتابعة أصحاب السعادة النواب وتعاونهم المستمر مع وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهدهم المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين وأوضحت السيد أن المراكز الصحية التي ستعمل على مدار الساعة ستكون موزعة على مختلف محافظات المملكة وهي مركز المحرق الشمالي ومركز بنك البحرين والكويت في محافظة المحرق ومركز حمد كانو الصحي ومركز يوسف إنجينير الصحي وعيادة جو حسكر في المحافظة الجنوبية ومركز ستر الصحي ومركز جد حفص الصحي في محافظة العاصمة ومركز محمد جاسم كانو الصحي ومركز الشيخ جابر الصحي في المحافظة الشمالية ترجمة نانسي قنقر